بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل الـ Logical Expressions نعطي بعض الأمثلة خلونا أول نكتب الـ Operators على حسب الـ Precedence حقهم الـ Operators اللي ممكن يظهروا في الـ Logical Expressions فعندنا النفي هو أعلى واحد من الـ Operators بعد كذا الضرب والقسمة وباقي القسمة بعد كذا الجامع والطرح بعد كذا الـ Relational Operators أصغر من أو يساوي أو يساوي أكبر من أكبر من أو يساوي بعد كذا حنا اعتبرناهم Relational لكنهم فعلا Equality Operators يسمونهم وبعد كذا الـ And وبعد كذا الـ Or هذا هو الـ Precedence طبعا ممكن راح تستغرب يقول كيف يظهر ضرب جامع كذا وحنا عندنا الـ Analogical Expressions خلوا نشوف المثال التالي عندنا الـ Expression التالي أثنين في خمسة أكبر من أكبر من أكبر من عشرة هذا الـ Analogical Expressions ظهر في الـ Operator أكبر من وظهر في الـ Operator أكبر كيف نسوي Evaluation في الحالة هذه طبعا لو تذكرون كيف كان Evaluation Mathematical Expressions قلنا دائما ننزل الـ Operators اللي أقل شيء Precedence ففي الحالة هذه أقل واحد Precedence هو الأصغر من فنحطه هنا بعدين نسوي Evaluation للباقي هنا فنقول 2 في 5 تعطينا عشرة وهنا عشرة هل العشرة أكبر من عشرة؟ لا طبعا العشرة تساوي العشرة فبما أنه استخدم أكبر من الـ Operator أكبر من ولم يستخدم الـ Operator أكبر منه يساوي فإذاً هذا راح يعطينا False إذاً هذا هو نتيجة الـ Evaluation للـ Expression لاحظاً دائما الـ Expression الـ Logical Expression يعطينا False أو True الـ Evaluation خلو نشوف مثال ثاني نقول مثلاً ثلاثة زائداً أربعة يساوي مثلاً خمسة and ثنين أكبر من واحد and طيب الآن نبغى نساوي Evaluation للـ Logical Expression هذا طبعاً الآن استخدمنا عندنا الـ Operator الزائد اللي هو الجمع هنا هذا الـ Precedence حقه استخدمنا equality هذه استخدمنا الـ and اللي هو هذا هو استخدمنا الأكبر من اللي هو هذا هو كيف نحسب الـ Expression؟ أولاً دائماً نبدأ بأقل واحد منهم precedence اللي هو الـ and ننزله كما هو عندنا الآن اليمين نبغى نحسب اليمين الـ and ونبغى نحسب اللي يسار الـ and واضح؟ طيب نيجي للـ اللي على اليمين الـ and مثلاً لأنه أسرع اللي على اليمين الـ and واضح طبعاً أنه الأثنين أكبر من الواحد فإذاً نقول هنا الـ and the evaluation true ما يحسب ما يحتاج أن نحسبه الـ and نجي اللي يسار الآن الآن 3 زايد 4 يساوي 5 طبعاً ممكن يقول واحد يقول والله هذا واضح زين فخلوا نحسب مباشرة لكن خلوا نقول إننا لا نبغى نفصل يعني نبغى نفصل نشوف نحسب الـ expression هذا خلوا نشوف كيف نحسب هذا الـ expression وطبعاً لما نقصد هنا نرح نحسبه بطريقة يعني systematic يعني طريقة نظامة حتى أنك يعني تعرف كيف تحسب أي expression يجيك طيب خل نروح هنا نشوف مكان على اللي يسار نكتب الـ expression نقصه هذا نقول ثلاثة زايد نفس الطريقة اللي كنا نستخدمها في الماثمات كالـ expression يساوي خمسة أقل precedence من هذوله هو اليساوي طبعاً زين فننزله كما هو ننزل الخمسة كما هي وننزل نشوف وشو اللي على يمين أو اللي على اليسار اليساوي زين طبعاً شفنا اللي على يمين نزلنا كما هو الخمسة اللي على اليسار راح اللي على اليسار قيمته هي سبعة زين بعد كده هل الخمسة تساوي السبعة طبعاً false الخمسة لا تساوي السبعة إذن قيمة هذا هي false false and true طبعاً من الجدول حق truth table حق الـ and نعرف أن false and true يعطينا false إذن expression هذا لما سويناه evaluation أعطانا false خلو نشوف مثال ثاني expression ثاني طبعاً حاول دائم أنك تحفظ أو لازم أنك تحفظ precedence حق ومو طبعاً مع كثرة الترجمة ومع كثرة البرمجة إن شاء الله راح تحفظ هذا precedence خلو نشوف المثال التالي not مثلاً not true and مثلاً ثلاثة أصغر من عشرة في ناقص الثاني زي كده طيب خلو نحاول خلو نسوي evaluation هذا أول شي ننزل الـ and طبعاً زي عندنا ليصار الـ and وليمين الـ and not true واضح جداً أنه راح يعطينا false العلمين الـ and زي طبعاً هنا يعني بسرعة يعني حسبها العلمين الـ and الآن يعني ممكن تحسبه بطريقة السيستماتيكة اللي قلت لك الأفضلية للضرب على الـ 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 بعد كده الـ 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 فإذاً ها راح يعطينا false واضح؟ فإذا false and false يعطينا الناتج false خلو نشوف مثال مثال آخر على بيرال أو بالمثال راح أستخدم طبعاً مثال شبيح بالمثال هذا بك مختلاف بسيط راح أقول Not true and ثلاثة أصغر من مثلا اثنين او خلوا نقول مثلا عشرة تقسيم خمسة او دب خمسة الآن اللي اختلف في المثال هذا اننا وضعنا اقواس مجرد اننا نضعنا اقواس مباشرة ننسى اي شيء اسمه اولوية اول شيء الاولوية دائما للأقواس ثم بعد ذلك نشوف ال precedence حق ال Operators اذا زي ما قلنا عندك اولا احسب القوس اللي عندك عندك هذا القوس احسب قيمته مضبوط ثم بعد كذا راح احسب اذا نزل ال expression زي ما هو بس بدون القوس حط فراغ الشيء اللي جوا القوس نجهزوا هنا حط فراغ مضبوط خلوا شوف نحسب القوس نروح على جنب هنا ونقول true and ثلاثة اصغر من عشرة تقسيم خمسة طبعا راح يحسبها بسرعة زي ما الولوية اول شيء واضح من هذول كلهم الولوية للقسمة هنا هذا راح يعطينا اثنين عشرة لخمسة فيها اثنين الثلاثة ليست اصغر هذا الثلاثة اصغر من اثنين لا طبعا ثلاثة ليست اصغر من اثنين فاذا هذا كله راح يعطينا false true هذه true وهنا الاند true and false راح يعطينا false هنا راح تكون نتيجة false not false راح يعطينا true اذا هذا هو هذه نتيجة لـ الـ اللوجيكال الـ اللوجيكال اللي عندنا هنا راح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر